الشاهد القرآن السادس البورد القرآن السادس تحت عنوان الخسف وأخذ من مكان قريب قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكر وأيضا أنا أعظكم أعظكم بهذه العظة والموعظة القرآنية للجميع لي ولكم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد لا تربط نفسك بالتفكير الجمعي مع سواد الناس مع كثرة الناس مع المشايا مع المطبرين مع المطيمين مع المكفرين مع القاتلين مع الإرهابيين لا تجمع نفسك مع هذا مع الناصبين مع معادي أهل البيت وأهل بيت النبي مهما كثروا فلا تجعل نفسك معهم قل لله بمفردك مع شخص آخر وفكر فكر تفكروا تدبروا قل ما سألتكم من أجرين فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقلف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد قل إن ظللت فإنما أظل على نفسي وإن اهتجيت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب التفجيرين ما هو العنوان؟ العنوان الخسف وأخذوا من مكان قريب هنا ماذا يقول النص القرآني؟ يقول إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون لا لا أنا أحذر بهذا النص وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب سورة سبع في تفسير القرطبي سورة سبع قال الآية ولو ترى إذ فزعوا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب يقول قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت يقول ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق يقول والمعنى لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله روية معناه هذا المعنى الذي هو بمعنى عند نزول الموت أو غيره من بأس الله يقول روى هذا المعنى أبن عباس المعنى الثاني يقول عن الحسن يقول المقصود بهذا الناس هو فزعهم في القبور من الصيحة وعنه أي عن الحسن أيضا أن ذلك الفزع منه إذا خرجوا من قبورهم معنى آخر يقول وقال قتاده وقال ابن مغفل المعنى هو إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة الكلام لا زل القرطبي ومعنى آخر يقول السدي يقول هو فزعهم يوم بدر حين ضيبت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا إلى التوبة ثم يقول القرطبي سعيد بن جبير قال هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء إذن هنا صار واضحا العنوان ما هو العنوان قدنا الخسف هنا الخسف الخسف وأخذوا من مكان قريب أخذوا من مكان قريب اتضح إلينا من أين انتزعنا هذا العنوان والخسف مما ذكره سعيد بن جبير فيبقى منهم رجل فيخبر الناس فيخبر الناس بما لقي أصحابه فيفزعون فهذا هو فزعهم فلا فوت أي فلا نجات فلا مهرب وأخذوا من مكان قريب قيل من حيث كانوا فهم من الله قريب لا يعزبون عنه ولا يفوتونه وقال ابن عباس لا زال الكلام القرطبي يقول وقال ابن عباس نزلت في ثمانين ألفا يغزون في آخر الزمان الكعبة ليخربوها وكما يدخلون البيداء يخسف بهم أو يخسف بهم أو يخسف بهم الله فهو الأخذ من مكان قريب قلت أي القرطبي يقول وفي هذا المعنى هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس وهو الخسف في البيداء وهو نزول هذا النص في ثمانين ألفا يغزون في آخر الزمان يغزون الكعبة من أجل تخريب الكعبة لا ننسى هذا النهج هذا النهج الذي لا يهمه تهديم الكعبة لا ينصرف الذهن إلى أرصريب وأهل الصريب إلى اليهود إلى الملاحدة إلى البوذيين إلى غيرهم التاريخ سجل إلينا في التاريخ الإسلامي ما بعد البعث النبي الشريف سجلنا أكثر من هجوم واعتداء وغزو للكعبة وتخريب للكعبة من حكام المسلمين من أئمة المسلمين من خلفاء المسلمين من الذين أوصى بهم النبي وبشر بهم النبي من الأثنى عشر من أئمة التيمية غزوا الكعبة وانتهكوا حرمة الكعبة